الكثير من هذه القصص التي تدور عليها الهضرة والتساؤلات وخصوصا القصص الاقدام ومن اشهر هذه القصص التي دارت الاحداث في المملكة المتحدة انجلاتيرا هي قصة جاك السفاح وهذه الشخصية هي التي قررت نحكيها لكم تحت طلب احد المتابعين الاوفياء وهذا هو التعليق دياله وكانت منه اثناء الرضاكم السلام عليكم اعزائي الكرام ومرحبا بكم في قناتكم حكاية ريمة المغربية كنت من اخوتي تكونوا باخر وعلى خير وافئة من الصحة والعافية اخوتي العزاز ما تنسونيش من الدعم ديالكم باللايك والاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد وبطبيعة الحالة اخوتي ما تبخلوش يا ليا بالتعاليق ديالكم الغزالة اللي كتفرح لي قلبي وكتشجعني انني نصمر ونصرد القصص اخوتي العزاز بارتاجيو مع الحباب مع الصحاب مع الجامع باش تكبر قناتكم حكاية ريمة المغربية اخوتي ما نزلش نطول عليكم ويلا نسمعوا القصة قدر احدث هذه القصة في عام 1888 ميلادية وبالتحدي المنهار السابع من شهر اغسطس حتى العاشر من شهر سبتمبر نباح يجبرو خمسة البنات مقتولين في منطقة والشابل وانا شو غير قتله مصافة الا كان كيشوه الاجسد للضحايا ديالو واللي كان واضح في هذا الامر ان القاتل عنده تثف دي المعلومات في علم التشريح يعني كان كيشرح الضحايا ديالو بطريقة محترفة يقدر يكون طبيب والله اهلم البوليسي يحاولوا يشده ولكن دائما في الاخر ما كيوصلون حتى نتيجة وكيبقى جاك السفاح حر طالق كيركب الرعب في الناس ثلث شهر من عام 1888 ميلادية كانت فيها حالة رعب وخوفير المسيطرة على شوارع منطقة ايستاند في مدينة لندن مرعا تركوا لقب جاك السفاح على هاد القاتل اللي كان كيقتلو كيشوه الضحايا ديالو بطريقة خلت رجال الشرطة مصدومين من دكشي اللي شافو كان اللي كيقول بان عدد ضحايا ديال هاد القاتل ماشي خمسة وصافة لا ولكن حضاش ضحية اللي قتلو هاد القاتل متسلسل وبالنسبة للضحايا ديال جاك السفاح كان الوضع قبح مزاف خصوصا من اللي اكتشفوا الجوتات نبدأ معها اول ضحية نهارت الشمعة في 31 اغسطس جبرت الشرطة جثة ماريان نيكولز كانت ماري في ذلك الوقت في عمر 42 عام جبرت الشرطة في شنرع باكزرو اللي دا باسمته دوروالد كانت الجثة مصابة بقدامات وكان حلقة مقطعة كله وماشي غير هادشي كان فاتح كرشا كتر من مرة اما بالنسبة للضحية الثانية اللي كان اسمها آني تشاكمان في الحقيقة هالضحية كانت تخدم في الضعارة وكان في عمره في ذلك الوقت 47 عام جبرت آني جثة هامدة في الممر الخلفي من شارع هامبري 29 كان راسة شبه مقطع وكرشان فتوحة كله والقاتل كان زوج لجزء من المتانة والمهبل وفي يوم 28 من شهر سبتمبر تسلمت وسائل الإعلام رسالة غامضة وفي يوم 30 من شهر سبتمبر جاءت السفحة الجزء نسى وفي وقت واجز اللي كان اسمه إليزابيت واللي ماتت في الوحدة في الصباح جبروها مقتولة في شارع بيرنر ومن اللي البوليس اكتشفوا الجثة كان باقي الدم كيخرج من عوقها ولكن فارقة الحياة يعني جريمة كانت باقي طرية وفي نفس الوقت وبعد دقائق قليلة اكتشفت الشرطة الجثة الثانية والتي كان اسمه كاترين أودويس وكان في عمره 43 عام بالنسبة للجاسد كاترين كان كله مقطع وقاسم لحلقة ومشي غير هذا الشيء السيزة والله ترحمه الكيليا الليسرية وحط جاك الأحشاء ديال الضحية فوق كتافة الليمنية في ذلك الوقت الناس كانت عاد حماق لندن كلها ترونت وبدأت الإشاعات كتنتشر هل يقول بللي جاك طبيب حماق؟ وكان اللي يقول بأنه بولندي مسطة ووحدين اخرين كانوا يشوفوه بللي هو قيصر روسي وبزاف ديال الشائعات المهم بالعربية التعراب من اللي قطح البقرة كي كتروج ناوة وفي ذلك الوقت تصرد جاكع وثاني رسالة اخرى كيستهزئ بالشرطة وكيعتدر زعمه منهم حيث لا يقدرش يسرد لهم الودنين كما وعدهم أما بالنسبة للضحية الخامسة جبروها في تسعود من شهر نوفمبر وكان اسمها ماري جانيت واللي كانت أصار واحدة في ذلك البنات اللي تقتلوا على يد جاك السفاح ماري كان في عمره في ذلك الوقت 25 سنة جبرو الجتة دياله في شارع دورست اللي دابة ولا اسمه دوفال ماتت ماري في بيتها بحيث جبرو اللي بقى منها مرمي فوق السرير دياله ومن شدة هول المنظر قلدك الشخص اللي جبره أول مرة باللي لا تشعي بقى مسكون في عقله من بقية حياته ماري مسكينا قطع لحلقة ونيفة والتدي دياله وكانت الأحشاء دياله جتة مغطية بإطار ديالتصويره والجسد دياله مغطي بالجلد يعني منظر عقلك ما يستوعبوش والقلب دياله قعم جبروه صراحة الله أخوتنا شكيت كنت تجرب الأعضاء ولكن الله أعلم المهم النتيجة ديالهج الجريمة خلت الناس تورو تعصب على الشرطة وكان وحس سخط كبير على شميك يوقع وهو يقدم سير تشارلز وارين رئيس الشرطة في ذاك الوقت الاستقالة دياله وكانت ماري هي آخر ضحية لجاك السفاح ومبانت حتى جريمة موراها هاتش اللي خلح حلقة القتل في ذاك الساعة تتوقف كما بدت والحد يومين هادا ابقى جاك السفاح سفاح إنجلترا مجهول وممعرفش والأكثر الألغاز المحيرة على مر التاريخ واللي مقدروش يكتشفوها بالمرة كانت هدي هي قصتنا وكانت تمنى أنها تكون لسريتكم وما تنسونيش من الدعم ديالكم أخوتي باللايك والاشتراك وفعلوا الجرس بس توصلوا بكل جديد ومع السلامة إلى قصت أخرى إن شاء الله اشتركوا في القناة